بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الدوال الجدريال الذي نتحدث من خلاله على المستقيم المقاري فقط ووضعيته إذن لننطلق على بركة الله قال F الدلة المعرفة على المجال لاحظوا من الصفر إلى الزائد منها هذا مجال مختار فقط وعطيت لنا عبارة الدلة التي هي ها هي أمامكم يا أبناء اللي هي F لإكس يستوى لنا إكس زائد واحد زائد جذر إكس مربع زائد أربعة إكس قال وسي تمثلها البيانة في معلم المتعمد ومتبين أن المستقيم دالتا الذي معادلته ها هي يا أبناء معادلته هي إثنان إكس زائد ثلاثة لاحظوا جيدا مقارب للمنحن السي عند زائد ما نهاية إذن نقول البرهان إذن البرهان أن دالتا مستقيم مقارب مائل بجوار ماذا؟ بجوار زائد ما لا نهاية نحن نعلم أبناء هناك قاعدة للبرهان على أنه مستقيم مقارب مائل بجوار المال النهاية يجب أن نحسب آف لإكس ناقص إيجراغ لما إكس هنا في حالتنا يقول إلى الزائد ما لا نهاية يجب أن نجدها يا أبناء صفر حيث الآف لإكس ما هي عبارته هي هذه العبارة وإيجراغ ما هي عبارته هي هذه العبارة معناه هذا يعوض هنا وهذه يا أبنائي نعوضها هنا ونحسب النهاية علينا أن نجدها صفر إذن تعالوا نجرب نقطة نقطة فتصبح لنا لميت إكس زائد واحد زائد جذر إكس مربع زائد أربعة إكس ناقص ماذا أبنائي؟ ناقص إثنان إكس زائد ثلاثة هكذا ونقوم بالغلق ونقول إكس يقول إلى الزائد ما لا نهاية تساب هنا بما أن عندنا ناقص في هذا المكان فيدخل إلى هنا ويغير ويدخل إلى هنا ويغير فماذا يصبح يا أبنائي؟ تصبح لنا العبارة كالتالي تصبح هنا ناقص وهنا كذلك تصبح ناقص ثم نجمع هذا مع هذا فتصبح لنا لميت لهو إكس ناقص إثنان إكس ناخذ إشارة الكبيرة وهي تصبح لنا ناقص إكس وعندنا هذا ناقص هذا فتصبح لنا ناقص إثناني زائد جذر إكس مربع زائد أربعة إكس هكذا أبنائي لما الإكس يقول إلى الزائد ما لا نهاية فتصبح تساوي تساوي لنا لميت هنا يمكن أن نرتب ركزوا ما رأيكم أبنائي لو نأتي إلى هذا الناقص وهذا الناقص ونستخرجه هنا كعامل مشترك لكن تتركوا هنا الزائد لو نعيد النشرة هذا في هذا الناقص وهذا في هذا الناقص كأنما لم نفعل شيء إنما قمنا باستخراج الناقص فقط يقول أحدكم لماذا يا أستاذ كي نزيل حالة عدم تعيين فتصبح لنا لميت تعالوا هنا لو نعوذ تعويض مباشر هنا كم تعطي لكم تعطي لنا ناقص ملنية أنه لو نعوذ هنا تصبح زائد مع الناقص تصبح ناقص ملنية وهنا كم تعطي لكم تعطي لكم زائد ملنية زائد ملنية مع الناقص ملنية إنها حالة عدم التعيين إذن هنا ما علينا إلا التفكير في شيء واحد اسمه المرافق تصبح لنا ركزوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا الآن إذن أولا نرتب حتى تكون الأمور جد واضحة لو نرتب يا أبنائي نرتب الجدر هو الأول ثم هذا لكي نعرف المرافقة كيف تشاهدوه بأم عيونكم فتصبح لنا الجدر x مربع زائد 4x ناقص x زائد 2 هذا العدد الأول ناتي الآن إلى ما هو مرافقه المرافق يكون هنا في مفترق الضرق في هذا المكان فقط فتصبح لنا هكذا فتصبح لنا الجدر x مربع زائد 4x ناقص سوف نقول زائد لماذا يقول أحدكم زائد؟ لأنها هو ناقص وقلنا المرافق يكتب على الشكل A ناقص B في A زائد B إذن هنا فيصبح لنا هكذا x زائد 2 بما أن استعملنا إذن سوف نستعمل هكذا أفضل ثم بما أن ضربنا في تلك العدد تقول القاعدة بما أن ضربت في شيء عليك أن تقسم عليه إذن ها هو نفسه لما x يقول إلى الزائد ملنه لماذا؟ لأن لو نفعل هكذا هذا الاختزال كأنما لم نفعل شيء هذه ما معناك إذا ضربت في شيء عليك أن تقسم شيء وإذا أضفت شيء عليك أن تنقيسها إذن ماذا؟ لكن هنا سوف يتولد لنا متطابقة الشهرة التي درستمها وهي A ناقص B في A زائد B تساوي لنا مربع الأول ناقص مربع الثاني يقول أحدكم يا أستاذ لكن أين الأو؟ أين البي؟ يا أبنائي ها هي الأو ناقص ها هي البي وها هي الأو وها هي البي إذن ماذا تعطينا؟ تعطينا أ مربع ناقص بمربع حتى لا تقول من أين يأتي بهذه الأشياء الآن ماذا ينتج لنا يا أبنائي؟ يصبح لنا هذا مربع ناقص هذا مربع بقاعدة ماذا؟ بقاعدة المتطابقة الشهيرة وهي A ناقص بفي A زائد B إذن ماذا ينتج؟ ينتج لنا تساوي لا ننسى هنا limit إذن limit الـ X ما زال يقول إلى ناقص زائد مالا نهاية إذن نصبح لنا هذا مربع نحن نعلم إذا ربعنا الجذر ماذا يحدث له؟ أنه يذهب إذن نصبح لنا X مربع ناقص أربعة عفوا زائد أربعة X ناقص هذا مربع يعني A مربع ناقص بمربع تصبح لنا X زائد 2 الكل مربع على المقام يترك كما هو ها هو أمامكم أبنائي سوف نأخذ منه نسخة هكذا الآن نكمل النشر لو نكمل النشر إلى هذه المتطابقة الشهر الأولى ماذا تعطينا المشهور أن المتطابقة الأولى إذا نشرت تصبح لنا مربع الأول زائد مربع ثاني إذا نصبح لنا X مربع زائد أربعة ناقص أو زائد ضيف الجداء لأن قلنا A زائد B مربع إذا نصبح لنا زائد أربعة X تعالوا الآن ندخل عليهم شيء اسمه الناقص هذا تلك الناقص الذي كان هناك إذا ماذا تصبح لنا تصبح لنا هنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص أكيد سوف تحدث بعض الأشياء أنه هذا يا أبنائي قد يذهب مع هذا وهذا قد يذهب مع هذا إذن في رأيكم ماذا بقي لنا نلاحظ أنه بقي لنا إلا العدد الأعزب لهو ناقص أربعة فقط انظروا بأمي عينيكم بقي إلى الناقص أربعة لنتذكروا هذا الشيء الذي وجدنا إذن الآن كيف نزيل حالة دم تعيين نزيلها أن نستخرج X من المقام كعين مشترك فتصبح لنا تساوي limit انظروا تابعوا جيدا هكذا أبنائي ناقص أربعة ما رأيكم لو نأتي إلى هنا ونستخرج بالداخل ما زلنا داخل الجذر تصبح لنا هكذا ونستخرج X مربع كعين مشترك بداخل الجذر X مربع فيبقى لنا هنا لما نستخرجه منه يبقى لنا واحد زائد ماذا هذا عنده أربعة X ونحن نستخرج نستخرج X مربع فتصبح لنا أربعة على X وإن لم تصدقوا أعيدوا النشر تصبح لنا أربعة في X مربع على X يذهب هذا مع هذا تصبح لنا أربعة X وذلك وكأنما لم نفعل شيء بعد لاحظوا معي رويدن رويدن كيف نستعمل طريقة هذه زائد ماذا نستخرج من هنا كذلك X مشترك X كعين مشترك فتصبح لنا واحد زائد اثنان على X الآن ما رأيكم أبنائي لو نستخرج هذا إلى هنا مع X يقول إلى الزائد ما لا نهاية تقول القاعدة إذا استخرج X من الجذر فيخرج بالقيمة المطلقة X مربع ليس X دائما الشيء المربع هو الذي له الحق بالخروج من الجذر فيخرج بالقيمة المطلقة لX لكن يا أبنائي إذا كنا هنا نقول إلى ناقص ما نهاية فتستخرج من القيمة المطلقة تصبح لكم ناقص X هذه القيمة المطلقة تحذف وتضع في مكانها الناقص X أما إذا كان يقول إلى الزائد ما لا نهاية فيبقى لنا بكل بساطة يبقى لنا شيء اسمه X لأن القيمة مجابة لكن بالقيمة السالبة استخرجوها بالنقص X فماذا يحدث هنا يا أبنائي فتصبح تساوي نحن نعلم بعض النهاية الشهرة لهي limit أي عدد إذا قلنا A على X لما X يؤول إلى المال نهاية الزائد ما لا نهاية أو النقص ما لا نهاية هذه معلومة حيث A عدد حقيقي هذا تقنى صفر إذن هذا ماذا يحدث تصبح لنا صفر وإذن ركزوا معي أولا قبل لا نتعجل أنه نستخرج هذا X من هنا ومن هنا كعامل مشترك إذا استخرجناه فيبقى لنا هكذا ويبقى لنا هكذا ونقوم بمحي من هذا المكان لقد استخرجته كليا من المكان هذا ومن المكان هذا إلى الخارج فماذا يحدث يا أبنائي فيحدث أنه تصبح لنا هنا رويدا رويدا ولا تتعجلوا فماذا يحدث تصبح لنا هكذا هذه على هذه اللي هي ناقص 4 على X لما X إذن ناقص 4 على X لما X يقول إلى زائد ما الذي نطبق عليه هذه النهاية تعطي لنا صفر إذن هذه كم قلنا تعطي لنا كم صفر وهذه صفر 4 على ما لا نهاية و2 على ما لا يصفر ماذا بقيت لنا يا أبنائي بقيت لنا الواحد والواحد كم اللي هو 2 الواحد والواحد لأن الجدر واحد واحد زائد واحد إثنان تصبح لنا يعني النتيجة اللي هي صفر في واحد على إثنان لماذا لأن هذه النهاية طبقنا علي هذه الخاصية فعطت لنا صفر بقيت لنا هناك كم واحد أو واحد على هذه القيمة الواحد والواحد اللي هو إثنان إذن صفر في نصف إعطي لنا صفر هل تحقق تلك التعريف الذي قلناه يا أبنائي اللي هو ها هو أمامكم علينا قلت أن جداء هذه القاعدة اللي ميت الفرق أنها تستوي لنا الصفر نعم لقد تحقق ذلك إذن وماذا يمكن أن نقول فنقول بكل بساطة ومنه ضالط مستقيم مقارب مائل بجوار الزائد مالا نهاية بكل بساطة يا أبنائي الآن بعد ما أكملنا معالى أنه أثبتناه أنه مستقيم مقارب كيفه مائل علينا الآن قال ثم السؤال لاحظوا جيدا ما هو السؤال الذي طرح بعده قال أدرس وضعية CF ودالتا إذن نكتب هنا هكذا أبنائي دراسة وضعية سي ودالتا تقول قاعدة لدراسة وضعية مستقيم ومنحني ومستقيم نقول ندرس إشارة الفرق بين F لإكس ناقص إغرق على المجال ما هو المجال الذي أعطي لنا هو من الصفر إذا زي علينا أن نحترم مجموعة التعريف لا تعطيت لنا إذن فماذا تصبح لنا تصبح لنا F لإكس ناقص إغرق تساوي الآف لإكس تعالوا هنا سوف نثبت لكم أين هو الجواز هنا يمكن أن نقول في كل بساطة أن نحذف إلا الليميت فقط لأنه كانت هنا عندنا الليميت وهنا هكذا ندرس تلك الإشارة لنقل تساوي الصفر إنما ندرس يا أبني الإشارة فقط إذن نحذف كذلك هنا الليميت لأنه قلت إشارة الفرق نحذف كذلك هنا فماذا نتحصل نتحصل على هذه القائدة هنا نتحصل على هذا الفرق لم أفعل شي لأننا نحن قلنا لما نبرهن ندرس الليميت ولما ندرس الإشارة قلنا الوضعية ندرس هذه نزعنا كلمة ليميت فقط فماذا تحصلنا تحصلنا على هذه القيمة نعم تحصلنا لما قمنا بالفرق وضربنا فيه المرافق تحصلنا على هذا الآن ما هي إشارة هذه القيمة إذن القيمة اللي هي هذه أصبحت هكذا ركزوا جيدا لهي F لإكس ناقص Y تساوي الناقص أربعة قيمة سالبة X مربع زائد أربعة إكس قيمة هذه قيمة موجبة موجبة في ماذا لأن المجال قال من صفر إلى زائد من علينا أن نحترم الوضعية على المجال وعندنا X زائد إثنان هذه قيمة كذلك موجبة في المجال من صفر إلى زائد من النهاية لكن يقول أحدكم يا أستاذ هذه عرفنا أنها موجبة لأن الجذر لكن هذه لماذا قلت أنها موجبة يا أبناء تعالوا وفكروا معي لو نقول هذا إلى هنا فماذا يصبح يصبح أن X أكبر من ناقص إثنان X أكبر من ناقص إثنان ماذا نقول عن هذا المجال لو نأتي إلى مجال التعريف مجال التعريف قال من صفر إلى غاية زائد من يعني مجال التعريف يكون من هنا إلى هنا ولهذا أين يكون إنه يكون من ناقص إثنان إلى غاية زائد من ونحن مجموعة التعريف إذن من هنا يكون أكبر يعني هذه مجابة 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 ومجموعة التعريف ها هي نحن نحتاج هذه إذن كيف تكون أو أعطيكم مثلاً آخر من هنا إكس زائد إثنان أين الثن عديمين للنقص إثنان هنا نفس وهنا عكس لاحظوا من هنا إلى الزائد مجابة ونحن مجال تعريفنا ما هو من الصفر إلى الزائد مجابة إذن كيف تكون هذه القيمة في تلك المجال يعني هذا المجال دائماً إنها مجابة إذن هذا الفرق يكون موجب تماماً لأن هذا موجب تماماً عفواً ليس موجب تماماً معذروني سالب تماماً نعتذر لماذا؟ لأن لاحظوا هذا سالب السالب على الموجب كيف يكون؟ السالب على الموجب يكون سالب إذن بما أن إشارة الفرق كانت إشارة سالبة وقد برهنت لكم أن المقام موجب تماماً لماذا موجب يا أبنائي أكرر؟ لأن هذا الجذر موجب وهذه القيمة موجبة لماذا في مجموعة التعريف هذه ليس دائما موجبة لكن في مجموعة التعريف هذه موجبة يعني كل القيم ضعوا هنا الصفر كم تعطي لكم اثنان ضعوا الخمسة يقول أحدكم لكن لماذا لا تضع الناقص خمسة لأن نحن نحطر المجموعة التعريف هذه هي القيم موجبة إذن يصبح لنا سالب على مجب يصبح لنا سالب إذن إشارة سالبة إذن نقول ومن هو سي هكذا سي يقع أسفل ماذا أسفل دالط ويمكن إظهار ذلك يا أبنائي في الشكل هنا أمامكم ها هو أمامكم المنحني ها هو المنحني السي وها هو المستقيم دالط في مجال التعريف من هنا إلى غاية زائد يعني من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية بكل بساطة فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أم الطاهرة جزاكم الله وخيرا ويمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليس صفحة الأستاذ نور الدين ومنتدى الأستاذ نور الدين كذلك ليصلكم جديدنا ووفقكم الله إلى ما يحب وارضا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر